مشروع كروشي صغير ومناسب للصيف طريقته سهل و بسيطه ان شاء الله ستشاهد طريقة تعمل هذا القراط الجميل اذا عندك بقايا قطنية و رفعة فهنا بإمكانك تطبق الماء خلال هذا الفيديو بالنسبة لأدواتي اللي استعملت هل اصنع هذا القراط استعملت خيط لونة سوبرفاين من شركة هذا خيط قطني رفيع واستعملت عندي بقايا من خيط الشريط وزمان من محل دايسو خيط فيه لمعة زهري استعملوا للفراشة حتى يكون شكلها مختلفة ممكنك تشغلي اي خيطين لونين بالباو ممكنك تشغليهم بفضل تكون خيطا رفيع و قطني حتى ما يكون مبرة و يطلع الحلقة كفاخر يعني يطلع كتير حلو طمع هنحتاج لهاي كرستالتين أو خرزتين داستيكال صغار مع بانسا و زرادية و حلقات معدنية و العلاقة تحطيها بالأذن مثل ما شايفه قدامك هذه الأدوات كريادة عشان نوصل و نركب مع بعض اجزاء الحلق مع بعضها و طبعا بالنسبة للخرستين لحتى نستخدمهم لقلون الاستشعار تبع الفراشة و اكيد هنحتاج غراء فما هنحتاج كلها الكمية اللي كان عندها العلمة هنحتاج دس نقطتين الكلت نقط لحتى نغري فيهم قلون الاستشعار و تكون واقفة بطريقة مرتبة و حلوة على الفراشة و بالنسبة للسنارة نستخدم سنارة مقاس 1.5 مليميتة استخدم سنارة تناسب و خاتلي عندك يعني مو ضرورة تكون نفس مقاس سنارتي و اكيد هنحتاج لأبرال حتى نخلي خيوط و نوصل اجزاء الحلق مع بعضها و يالله خلائنا بالبداية هنبدأ بطريقة عمل الدائرة الصغيرة هنبدأ بدائرة سحرية مثل ما شافت دامك ثبتناها بغرزة سلسلة هدخل السنارة مباشرة داخل الدائرة السحرية هشتغل غرزة حشو بعدين هرتفع بغرزة سلسلة هدخل السنارة هشتغل عليها غرزة حشو هشتغل عليها غرزة حشو بها الطريقة بدلا ما ترتفع بتلبس سلاسل اشتغل هاي الطريقة حتي يكون عندك بمثابة عمود بلفه لكن طريقة مرتبة سيكون جميع اطراف الدائرة متساوية بعدين هنشتغل داخل الدائرة السحرية 14 غرزة حشو عفوا 14 غرزة عمود بلفه يعني بنهاية الدائرة لازم يكون عندك 15 غرزة واخر اشي خلصت 14 غرزة عمود وهي 15 غرزة من البداية هنسحب خط البداية خط الدائرة السحرية حتى صغر دائرة الوسط وبعدين هتاخل السنارة باول غرزة ابتدأت فيها حتى اغلق بمنزرقة بهذا الشكل متل ما شايفي طبعا بدك تكرري هاي الدائرة مرتين تقص الخيط بعدين هتجيبي هاي الدائرة ثاني واحدة اللي اشتغلتها والدائرة الاولانية هتحطي هاي الوجه هاي الوجه انت شايفي هلا قدامك وجهين الدائرة هحط الخلف تبع كل دائرة على بعضه يعني الوجوه هتكون من برا كيف ما لفيتي القراط هتبين الوجه بعدين هدخل السنارة باول غرزة ثاني اول شي سيتحكي لك انه لازم بعد السلسلة بعد المنزرقة ترتفع غرزة سلسلة بعدين هتجيب الدائرة باي غرزة ما هتفرق هتدخلي اول شي هاي بالغرزة التالية بعدين باي غرزة بالدائرة المقابلة هتشتغلي غرزة منزرقة بعدين سلسلة بعدين دخل السنارة بالغرزة البعدها وبعدين بالغرزة اللي بعدها بالدائرة المقابلة تشتغلي منزرقة سلسلة وتكرر نفس الشي دائر مادور الدائرتين بهاي الطريقة منزرقة سلسلة حتى يكون عندك بالنهاية الشكل مثل ما شايفه كيف هيك منزخرا هلا هاشرح لك الجزء اللي كبير من القراط ومتل ما شايفه بالبداية هنبدأ بدايرة صغيرة ومتل ما شغلناها بالجزء اللي صغير فبالبداية اشتغلت انا 15 غرزة يعني حيكون عندنا بالبداية غرزتين حشو اللي فوق بعض وبعدين 14 غرزة عمود بلفة داخل الدائرة السحرية بالنهاية سا عندي 15 غرزة هلا سكرتها بغرزة منزرقة وحيبدأ داخل السنارة بنفس الغرزة اللي اغلقت فيها اشتغل غرزة حشو نفس الطريقة عشان بدي اشتغل غرزة عمود لكن بدون ما ارتفع ثلاث سلاسل بهذا الشكل هيا عندي صار اول غرزة بنفس المكان هشتغل غرزة عمود بلفة صار عندي كأن تزايدت بغرزتين عمود بالغرزة اللي بعدها هتشتغلي تزايد يعني هتشتغلي غرزتين عمود بلفة الغرزة اللي بعدها كمان نفس الشي هاي واحد هاي اتنين هاي صار نحن اشتغلنا بثلاث غرز كل واحدة فيها غرزتين هتكمل حتى يصير عندك خمس غرز كل واحدة فيها تزايد بعدين هتاخدي فتلة فتلتين بدنا نشتغل غرزة عمود بلفتين بالغرزة اللي بعدها بهذا الشكل بعدين فتلة فتلتين بنفس الغرزة هتشتغلي كمان غرزة عمود بفتلتين كمان مرة يعني هيكون المجموعة ثلاث غرز بعدين هتاخدي فتلة فتلتين ثلاثة يعني هنشتغل عمود بثلاث لفات هدخل بالغرزة اللي بعدها هبدأ اطلع من اتنين اتنين هكرب هنقرر كمان مرة واحد اتنين ثلاثة بنفس الغرزة وبدأ اطلع من اتنين 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 بهذا الشكل بعدين غرزة السلسلة لا تنسي غرزة السلسلة يعني بهذا الطريق خلصنا نص هذا الجزء او نص الدور التاني بعدين هنقرر هذا الشيء بالعكس يعني هناخد فتلة فتلتين ثلاثة وبنفس الغرزة لساتنا بنفس الغرزة هنشغل عمود بثلاث لفات كمان مرة هي اتنين ثلاثة وبنفس الغرزة بهذا الشكل بعدين هاخد فتلتين بالغرزة اللي بعدها بدك تشغلي ثلاث غرز عمود بلفتين هي عندي واحد هي اتنين وهي ثلاثة ثلاثة بعدين بيبقى لي حوالي سبعة غرز كل واحدة فيهم بدك تشغلي غرزتين عمود بلفية يعني لو توصلي لنهاية الدور متل ما شايفة هيك وصلت لنهاية الدور هاغلق بمنزلقة باول غرزة اشتغلتها وبهاي الطريقة بيكون اشتغلنا هذا الجزء من القراءة هلا هنشحرك طريقة عمل الفراشة طبعا هنستعمل انا هذا اللون فقط لانه واضح بالتصوير لكن انت استخدمي لون مختلف عن اللون الاساسي للحلق فبالبدايا تشتغلي داره السحرية وبعدين هترتفعي بستة غرز هاسيلة هاي 2 3 4 5 6 بعدين هتاخذ الثلاثة ثلاثة هتشتغلي داخل الدارة السحرية عمود على الثلاثة بهذا الشكل اجتغلي ثلاثة ثلاثة هتشتغلي داخل الدارة السحرية عمود بثلاثة هصغر شوية الدائرة. كمان هنكرر ونشتغل عامود بفتلتين بهذا الشكل. بعدين هنشتغل عامود بلفة واحدة. بعدين هنشتغل سلسلتين. داخل الدائرة السحرية هحط غرزة منزلقة بهذا الشكل. بعدين هرتفع غرزتين سلسلة. غرزة بعدين عامود بلفة داخل الدائرة السحرية. بعدين هنشتغل عامود بلفتين كما شايفه. بعدين هنشتغل ثلاث سلاسل. منزلقة داخل الدائرة السحرية. بعدين ثلاث سلاسل. بعدين عامود بلفتين. شايف كيف كتين كتين سهلة. ممكن بالبداية اول ما تشوف الفيديو تتلخبطي متى اشتغل عامود بلفتين. مرة متى ثلاثة متى عامود لحاله. كم مرة اكرر. فانتي جايزة تشوف الفيديو اكتبي عندك على وراء اول اشي غرزة كذا. بعدين غرزة كذا. حتى انتي جايزة طبقي ما تنسى اي غرزة. ممكن كما اشتغلت غرزة تشطبي على دفترك بقلم رصاص. انه هلا اشتغلت هاي الغرزة. خاصة اذا كنت مبتدية ممكن بالبداية ما تعرف في فرق بين الغرز من شكلهم. فهذا الشي سهل عليك. هلا بعد ما اشتغلنا بالبداية ارتفعنا وشي ثلاث سلاسل. واشتغلنا ورزة عامود بلفتين. هنشتغل ورزة عامود بلفة واحدة. بعدين سلسلتين. بعدين منزلقة داخل الدائرة السحرية. بهذا الشكل. بعدين هرتفع بغرزتين سلسلة. داخل الدائرة السحرية هنشتغل عامود بلفة. بعدين هنشتغل غرزتين عامود بلفتين. باخد لفتين. بدخل السنارة وهنشتغل اول غرزة عامود بلفتين. وبعدين في ثلاثين كمان هنشتغل عامود بثلاث لفتين. بعدين هنشتغل ثلاثة. هنشتغل ست سلاسل. اخر اشي هاي ست سلاسل. شدي شوية الغرز. لانه بالعادة انتجاز تشتغل شوية شوية ديك الترخي. فحتطلع هاي السلاسل اكبر من سلاسل البداية. فبعدين هنشتغل داخل الدائرة السحرية. هنشتغل ورزة منزلقة. لاغلق الفراشة. بهذا الشكل. ارتفع برزة سلسلة. طبعا هقص الخيط. هيسحب السنارة بهذا الشكل. وبالبداية قبل ما شد غرزة المنزلقة عشان ما تشد معي الخيط بدي يسحب الخيط طبع الدائرة السحرية. حتى اصغر حلقة الوسط. بهذا الشكل متل ما شافي. بعدين بسحب غرزة سلسلة. بعدين هنلاح تجيبي هذا الخيط. وتلفيه. نحنا خلصنا بهالطريقة اللي فيه لتحت. للخلف. للامام. للخلف. بهذا الشكل. ترتبي الفراشة. بعدين هتقلي بياه. هذا تبع الدائرة السحرية. وهذا تبع اخر اشي. اللي اغلقنا فيه. هستشتغل هلا بالاخر اشي اللي اغلقت فيه. هدخل السنارة تحت الخيط اللي هلا لفيته. هتجيب الخيط اللي اغلقي. هدخله يعني هساوي عقدة حتى بس اثبته بالخلف. متل ما شايف قدامك شوف الفراشة ما احلاها. هلا بدنا نحط لها قرون الاستشعار طريقتها كتير سهلة. مش تابع معي خطو خطوة. هنحتاج خيط وابرة. طبعا الخيط سيكون نفس لون خيط الفراشة. هتجيبي هيك مثل كريستالات بلاستيك او خرز صغير. اي خرز عندك صغير حلو يكون عشكل قرون الاستشعار او راس قرن الاستشعار. هتدخلي الخيط بالخرزتين. بهذا الشكل. هتشيلي الابرة خاص هلا ما محتاجين الابرة. هتجيبي هلا عندك هاد الخيط. هتبادي خرزتين بهالطريقة. تبدأ اول خرزة. خلي المسافة شوية. هنبدأ نلف بهالطريقة. هتحطي على اصبعت نوطة طغيرة. انا حطيت هوني على محرمة شوي. هحط على ايدي شوي متل ما شايفه. وبعدين هجيب ولف الخيط على هايك. بهالطريقة. شايف كيف? تلف الخيط بهذا الشكل. خليك ماسكتي شوية وقت بس يسبت مع بعضه. بهالطريقة وبعدين بتكرري نفس الشي على الخرزة التانية. نجيب الخرزة التانية هين نتركها هيك تنشف. ونجيب الخرزة التانية نفس الشي بحط نوطة ضغيرة على اصبعتي. بهذا الشكل. بجيب بحط اصبعتي هيك. وببدأ بلف. الخيطين عشان يثبته على بعض. بهذا الشكل. بعدين بعد ما يكون شوي يجفو يعني ثبتو بجيب الخرزتين بهالطريقة وبحطهم على بعض. طبعا ايضا هجيب ويراء شوي على ايدي يعني اهل مرة اكتر شوي. وببدأ الف الخيط كلنا على بعضها. يعني بدي اثبت انا هذا الجزء بالاسفر حتى يصير عندي بنهاي خط واحد قدر اثبته على الفراشة. وبعد ما اشتغلنا قرون الاستشعار شوف كيف? هنحطهم. هنحطه بهالطريقة بوسط الفراشة. يعني مكان الخط الموجود بهذا الشكل. وهي الطريقة انتي وازنيهم بطريقة جميلة حسب الفراشة قدش طلع معك حجمها. وبعدهم بتجيبي خيط وابرة وبتبدأ الدخلي من الخلف بالوسط يعني وبعدين من بعدها بهذا الشكل. بتضلي بتجي بتروحي بتجي حتى تثبتها تماما من الوسط وتكون مرتبة. وطبعا اخر اشي بدك تقصي الخيط الزايد من مقرون الاستشعار حتى تكون تماما على حجم الفراشة متل ما شايفة هوني ادامك. شوفيكي. طبعا بديك تبدأ يتشبكي الفراشة على هذا الجزء. هيكون عندنا هذا الجزء بهالطريقة حنركبه على القراط. فالفراشة هتشكليها او هتخيطيها بهاي الطريقة. هتجيب الخيوط وادخليهم للخلف وتربطيهم مع بعض. وهلا متل ما شايف قدامك بعد ما ثبتت الفراشة عليها متل ما شايفة. هرجع هحط السنارة. بهاي الطريقة. هتجيب ايضا هذا الجزء. هابدأ اشبكيهم على بعض طبعا الوجه. من هون عندي الوجه ومن هون عندي الوجه. يعني هتكون يشايف الوجهين من بره. هابدأ ادخل اول شي هرتفع بغرزة السلسلة نفس الطريقة اللي اشتغلت فيها بالدائرتين. بعدين بالغرزة التالية. وبالغرزة طبعا لازم تكون نفس الغرزة لانه هلا متل ما شايفة معنا شكل دائري تماما. الشكل مختلف من فوق غير التحت الغرز مختلفة عن بعضها. فلازم تشتغليها بطريقة صحيحة. فهون عندك السلسلة هتكون لازم للاسفل بهذا الشكل. وبدك تعدي طبعا الغرز بطريقة صحيحة والدخل بنفس الغرزة المقابلة. تبدا تشتغلي غرزة منزرقة. بعدين غرزة السلسلة. بعدين بالغرزة اللي بعدها بتدخلي السنارة بالغرزة المقابلة. بتدخلي وبتشتغلي غرزة منزرقة. بعدين سلسلة. وهكذا بتضلي داير ما يدور. كل الدور. بتكملي للنهاية بتغلق بمنزرقة. وطبعا لما بدك توصل الى هون متل ما شايفة قدامك. هون عندك فراغ السلسلة. فبالبداية حتكوني اشتغلت الغرزة اللي قبلها غرزة حشو. بعدين ارتفعت غرزة السلسلة. بعدين حتدخلي السنارة انتي مكان السلسلة. حتشتغلي غرزة منزرقة. بعدين حترتفع غرزة السلسلة. بعدين كمان غرزة منزرقة داخل مكان فتحة السلسلة. يعني حيكون عندك غرزتين منزرقة بمكان فتحة السلسلة. وبعدين عادي بترتفع غرزة السلسلة. وبتشتغلي بتكملي على الغرز اللي بعدها غرز منزرقة. وهكذا. حتى توصل لنهاية الدور. وبتغلقي بمنزرقة. ومتل ما شايفة قدامك خلصتها واخفيت كل الخيوط. شوفوا كيف ما احناها. وهلا طبعا بدك تجيب الدائرة. كمان اخفيت كل خيوطها. هنحتاج لهذا اول اشي. هادا الجزء مبعف شو بتسموه اللي بنحط داخل الاذن. هنركبه على الدائرة اللي صغيرة. وايضا هنحتاج لحلقتين عشان انركبهم بين الدائرة وبين هذا الجزء متل ما شايفة. انا هون هيك سويتهم حطيتهم مع بعض. وركبت الحلقة او القراط على الدائرة اللي صغيرة. هذا الشكل. طبعا متل ما شايفة الفراشتين وحدة. حطيتها بهذا الاتجاه وحدة بهذا الاتجاه. عشان لما تلبسيها تكون مرتر. لما يكون اثنين اطراحين على طرف واحد. فمتل ما شايفة قدامك. فخلينا نركب هاي الاتجاه. وبرجالك بهذا الشكل متل ما شايفة قدامك. وبحكم كنت وصلت لناحية الفيديو. بتمنى طريقة عمل هذا القراط كانت سهلة. لكن امكانك تشغليها باي لون انت حابة تشغليها فيه. واذا طبقتها لا تستبعتي لي صورتها على حسابي وانستجرام حتى اشوفها. وصحيح ما خبرتوني ماذا سيكون بالديكور الجديد هيك حابة تغييت شوي ديكور بغرفتي. كان من قبل هون يحط السري وانا جايس اصور لكم على حيط سادة معلي ولا اشي. فلت شوي هيك اغير لكم. يعني ما تملوا ان الفيديوهات يكون في اشياء مخطيفة. فهون سيتار غرفتي شوي يكون من لون تركوازي طبعا لوني مفضل. وانا من زمان صورت لكم فيديو جولة بغرفتي فاذا لست ما شفتوها احطو لكم ايها على الشاشة وبالآي فوق بالفيديو حتى تشوفوا تتسلوا فيه. وطبعا بالنسبة موضوع الفيديو الجاي حشرح لكم تقنية جديدة هيكون مشروع صغير ميدالية على شكل ورده لكن هيكون فيها تقنية جديدة حتى دائما نتعلم الشيء جديد بالكروشير ودائما نتطور ان شاء الله بالمستقبل نصير محترفين بالكروشير. طبعا لا تستشاهد اشترك قناتي حتى اول ما ينزل الفيديو فوران اشتركوا بجاي الطب معي. وبالنسبة البناتي اللي بحبوا اكسسوارات اشتركوا الاساور الحلق مثل ما اليوم موضوع فيديو طبعا لا تستشوفي الفيديوهات اللي على الشاشة ومشوفكم في فيديو الجاي ومع السلامة